السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزوال عمنا حبيبي وشفيعي يا رسول الله وقد بعث الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة بمهداء للعالمين وقد شهد له المسلمين وغير المسلمين بعظيم خلو ورقية صفاته وذكر بعض المستشركين بأنه أعظم شخصية على وجه الأرض فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل الناس ووصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأقصرهم صدقا وكرما وشجاعة قال الله تعالى إن كفيناك المستاذئين وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يقول الله تعالى للنبيه في هذه الآيات الكريمة لا تخف أحد غير الله عز وجل فإن الله كافيك من عداك كما كافاك المستاذئين ومن سنة الله في من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إن لم يجاز في الدنيا بيد المسلمين فإن الله سبحانه وينتقم منه ويقفيه إياه انتبه يجب أن تعرف أميته الباطل بالسكوت عنه أعترض بشدة على هذه الحملة الغبية تحت عنوان حاكمه زكريا بطرس وأكاد أجزم أن عشرات الآلاف الذين شاركوا فيها متوهمين إنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون من هو زكريا بطرس ولا تاريخه أساسا عندما أساء مكرون وفرنسا لرسول الله كنا أول من طالب بالمقاطعة التامة للمنتجات الفرنسية لتهديف فرنسا ولا زن على ذلك لكن ما يحدث الآن غباء تقنية استدرك البسطاء إليه من يريد لهذا الترند أن ينتشر الآن زكريا بطرس مفصول من الكنيسة المصرية هو مقيم بالولايات المتحدة منذ عام 2002 بدأ هجومه على الإسلام والإساءة لرسول الله في عام 2003 على قناة الحياة التبشيرية ثم تحت ضغوط خليجية تم إنهاء برنامجه فقام بفتح قناة باسم الفادي تبث أيضا من أمريكا وخصصها كاملة لإهانة الإسلام وتشكيك المسلمين في عقيدتهم والزعم بوجود متناقضات في القرآن الكريم كذبا وزورا ولازال على الحال هذا منذ عشرين عاما وكان البعض من رجال الدين المسلمين يتصلون به هاتفيا على الهواء ويجادلونه ويزبطون تخلفه البعض الآخر كان يكون بالاتصال لسبه أو يسخرون منه إلى أن خفت نجمه منذ سنوات وتجهاله الجميع فما الذي يجد؟ زكريا وبطرس نفسه ومعاونيه هم من أعادوا نشر هذا الفيديو القديم جدا في كل مكان لتبدأ هذه الحملة ضده فيعود للواجهة ويستقطب آلة التمويل السخية المعادية للإسلام ليحصل على تمويل جديد ويقوم الملايين بالبحث عن فيديوهاته فتزيد المشاهدات بالملايين ويربح أكثر بل وربما أضل بعض بسطاء المسلمين بما يضع صفقة رابحة أليس كذلك؟ حاكموه لا أحد قادر على محاكمته وقد تم رفع عشرات القضايا ضده في سنواته الأولى فهو يحمل جنسية أمريكية ويقيم على أراضي أمريكية وقناته تبث من أمريكا ويخضع لقانون حماية حريط الرأي الأمريكي فكيف ومن سيحاكمه؟ للأسف لازلنا رغم آلاف التجارب المشابهة يستفزنا من يشاء وقتما يشاء باسم الدينة طارة والوطن طارة أخرى فنندفع بمشاعرنا وحبنا لأفضل خالق الله لنحقق له معاربه بمنتهى البساطة متوهمين الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف كل من شارك في تريند زكريا بطرس قدم لهذا الملعون خدمة جليلة وقبلة حياة أعادته للواجهة من جديد بعد انتثار أفكاره واختفاء قناته لله الأمر من قبل ومن بعد ولقد تعهد الله عز وجل بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته ودفع كل إساءة أو افتراء عنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وعلى نحوه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنك فيناك المستهزئين وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ووصاياه في أيامه الأخيرة قبل وفاته خاصة تبين مدى حرصه على أمته وشفقته ورحمته بها ولا شك أن من أعزم ما تقرب به المتقربون لله عز وجل هو طاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم واشتناب نواهي والعمل بوصاياه قال الله تعالى وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قال ابن كثير أي مهما أمركم به ففعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمركم بخير وإنما ينهي عنكم شر وقال السعدي وهذا شامل لأصول الدين وفرقه ظاهره وباطنه وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عزر له في طرقه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعظم الأوصاف التي تدل على رحمته بأمته وحرصه عليها ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم عريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأغبره رسول الله بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوأك رواه مسلم فداك روحي وأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبانا ومحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر